وطن منحازون للحقيقة سياسة التغييب طالة ليس حنمقبل فقط بل كثير من الأسماء العالية والوازنة والذي كان بيكار رؤيتها عميقا وخروجيا ونقديا باكتدار ولم تتسع له المؤسسة بكل مكوناتها وهذا التقصير أولا أرده للكتاب والإعلاميين الفلسطينيين لذلك عندما يطلق الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هذا الكتاب في هذه اللحظة إنما ليرد على هذا التقصير بعد هذه السنوات بعد ثلاثين عاما من تغييب حنمقبل لأنه لا عذر لمن غيب حنمقبل والكثير من الأسماء حنمقبل أستاذ الإعلام الفلسطيني باكتدار سادن الإعلام بامتياز أحد المناضلين أمين سر اتحاد الكتاب والصحفين الفلسطينيين من عام 1972 أمين عام اتحاد الصحفين العرب لدورتين اسم ملأ الدنيا وشغل الناس تخرج بين يديه الكثير من الأسماء العالية في الإعلام والثقافة وبالتالي الوفاء جدير بهذا الاسم ولكن الذين لا يرون فلسطين إلا من عين واحدة أو بنصف عين لا يمكن لهم أن يروا اتساع حنمقبل أو غيره وبالتالي علينا مرة أخرى أن نعيد تظهير هذه الأسماء الكبرى بما يليك بالثقافة الفلسطينية بالوعي الفلسطيني تحول بأن هناك أمرين الخطأ الداخلي أو الانكسار الداخلي الفلسطيني كسبب رئيس في عرض صياغة النماذج صالح إدولوجيات وجماعات سياسية محددة والسبب الآخر وأعتقد أنه الأخطر هو انهاء انهيار كثير من الإدولوجيات الكبرى التي راهنا الفلسطينيين عليها لتكون مخلصا لهم هذا الصدم مع أوسلو خلقت ما يمكن أن نطلق عليه قطيع في حلم أن الحلم قد قطع وأن الذين أصحاب العودة أو أصحاب التحرير نفسهم لم يعودوا مكتمرين في هذا الطرح هذه الخيبات المدتالية خلقت عند الجيل الجديد ما يمكن أن نطلق عليه ثقافة الاستعراض غير المؤسسة على قراءة حقيقة التاريخ حالنا مقبلة يجب أن يعيد للطلاب والفلسطينيين قراءة تاريخهم الحقيقي نقابة الصحفيين أولا غابت لفترة طويلة في المرحلة الماضية نتيجة الأوضاع والظروف التي كانت تعيشها النقابة والوضع الفلسطيني بشكل عام سواء في الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية أو المراحل اللي مرت فيها ولكن يعيد تأسيس النقابة بالألفين وعشر اليوم نقابة الصحفيين بتحاول أن تأخذ دورها الحقيقي والفاعل في المجتمع الفلسطيني في كل القضايا اللي بتهم الشعب الفلسطيني والأمة العربية طبعا من خلال مشاركتها مع المؤسسات الشريكة سواء اتحاد الكتاب الفلسطينيين أو المعهد الإعلام في بيرزيت أو الاتحاد الصحفيين العرب أو بقية المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والشأن في هذا الموضوع النقابة اليوم بتحاول يعني تؤدي دورها المطلوب منها تبذل جهد بهذا الاتجاه مع بقية الشركاء كما قلت ويعني التقصير اللي كان في المراحل الماضية كان نتاجة يعني وضع خارج عن إرادة بعتقد النقابة في تلك المرحلة وطن منحازون للحقيقة